يا عبيبي يا عبيبي يا رايا أنا من الناس النازحة في مستشفى الشفاهانة من بعض القصف اللي صار عندنا في السجعية وعمدني في فلسطين كلها في غزة كلها فإحنا أحسن مكان وأعمل مكان اللي هو لنا يا شفاهانة فإحنا أجلنا هنا على الشفاه اليوم إحنا في اليهود بتقول لك أنهم لن نخبط الشفاه بالنسبة لنا يخبط الشفاه ما يخبطش الشفاه عادة أمور عادية يعني صارت عنا إحنا بنخفش يعني يخبط وإيش ما بدهم يسوه إحنا بالأول وبالآخر إحنا شهدا عند ربنا وإحنا بدنا نموت في الشفاه رغم كل التهديمات ورغم كل المصائب إحنا مش حنطلع من الشفاه ونروح موتا واحدة ولن نركع لله والحمد لله على كل حاج والله مطعمنا الشهادة وكلنا فدى القدس إحنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا كلنا فدى القدس أول حاجة التهديدات ما بترهبش شعب غزة خاصة شعب غزة لأنه إحنا شعب الجبارين طول عمرنا صمدين ولدنا بنشرب ماء مالحة وهي في الشماء برضو بنشرب ماء مالحة ولكن إحنا صمدين على الأرض ما بنتحركش يدبحوا ويقتلوا ويعملوا اللي بدهم إياه وهينا قاعدين مش حنرحل بدهم يرحلنا هو اللي يرحل لأنه هو اللي احتلنا هو اللي ايجي علينا ونتنياهو هو دايما طول عمره معروف هذا البني آدم دموي بحب الدم وبحب يقتل بحب يتبح الأطفال فيه ناس في الشجعية في الشاطئ في غزة كلها دورها راحت ما قالوا مش ما أسكن يعني ما ضلش بدون نضربوا الشفا بدربوها يعني لو بدون نضربوها لو بدنا نتقطع منها من نطلعش وإن شاء الله يا ربي ربنا بعدها ليم عخير وإحنا بنقول كل اللي في الشفا وكل اللي في غزة فدى المقاومة فدى المجاهدين وبإذن الله النصر آتي لا محال خلالك صغاز